السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم سلسلة الدروس الإلكترونية لمجموعة العميد التعنيمية للعام الدراسي 2019-2020 لمادة الفيزياء للصف الثالث المتوسط درس اليوم هو الطاقة الكهربائية وكيف يمكن إيجادها وإيجاد تكلفة أو ثمن الطاقة الكهربائية المستثمرة أو المستهلكة للجهاز الكهربائي السؤال الأول هو كيف يتم حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة يتم حساب الطاقة الكهربائية المستهلكة من خلال القانون التالي الطاقة الكهربائية المستهلكة المقاسة بوحدة الجول تساوي قدرة الكهربائية بوحدة الواط مضروبة بمقدار الزمن المستغرق لاستهلاك الطاقة الكهربائية بالثواني ويتم كتابة القانون أثناء حلل السؤال بالصيغة الآتية الإي تساوي بي في تي أي أن الإي هي الطاقة الكهربائية المستهلكة بالجول والبي القدرة الكهربائية للجهاز الكهربائي بالواط مضروبة بمقدار الزمن التايم بوحدة الثواني ومن خلال هذا القانون يمكن معرفة الإجابة على السؤال التالي سؤال على ما يعتمد مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة أو المستثمرة يمكن استنتاج الإجابة من خلال القانون علىه الإي تساوي بي في تي حيث نجد أن الإي تعتمد على كل من مقدار القدرة الكهربائية للجهاز الذي يستهلك الطاقة الكهربائية وكذلك على مقدار الزمن الذي يستغرقه الجهاز لاستهلاك الطاقة الكهربائية أي عند حفظ القانون يمكن استنتاج على ما يعتمد مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة أو المستثمرة ننتقل إلى الشريحة الأخرى مثال إذا استعملت المجفف لمدة 20 مينتس وكانت قدرة المجفف 1500 واط أحسب مقدار الطاقة الكهربائية المستثمرة في المجفف نلاحظ هنا عزيز الطالب أن هناك مقدارين المقدار الأول هو 20 مينتس لمثل للزمن ومقدار قدرة المجفف 1500 واط لكن يجب أن نلاحظ أن الزمن هو معطى بالدقائق فيجب تحويل الزمن من الدقائق إلى الثواني وذلك بضربها بالرقم 60 فنلاحظ أن T تساوي 20 في 60 رح يكون الناتج 1200 ساكن ومن ثم نطبق القانون E تساوي P في T ومن ثم 1500 اللي هي مقدار القدرة للجهاز أو للمجفف في 1200 بعد تحويل الزمن ننزل الأربعة صفار ونضرب 12 في 15 رح يطلع الناتج النهائي مليون وثمانمائة ألف جول ملاحظة صغيرة هنا عندي ثلث أصفار اللي بآخر الرقم مليون وثمانمائة ألف نقدر نحولها إلى كيلو فالناتج النهائي للطاقة الكهربائية المستهلكة 1800 كيلو جول مثال ابريق شاي كهربائي يعمل على فرق جهد 220 فولت ينسب في ملف الابريق تيار قدره 10 أم بير احسب مقدار أولا قدرة الابريق ثانيا الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال 20 سيكند ومما سبق تم أعطاء قوانين إيجاد القدرة الكهربائية أربع قوانين القانون الأول P تساوي E على T القانون الثاني P I في V والقانون الثالث P تساوي I تربيع في R والقانون الرابع P تساوي V تربيع على R وبما أنهم مضطيني بالسؤال فرق الجهد 220 فولت ومقدار تيار ملف الابريق 10 أم بير أي مضطيني قيمة I وقيمة V فيقدر أستخدم قانون P تساوي I في V وكل تالي نجد في بداية الأمر مقدار قدرة الجهاز من خلال القانون اللي ذكرنا P تساوي I في V مقدار P هو 10 في 220 راح يطلع لي 220 واط قدرة الابريق بعدها سوف نستطيع إيجاد مقدار الطاقة المستهلكة من خلال القانون E تساوي P في T P 2220 والT 20 س نزل الثلاث أصفار 2 في 22 44 ألف جول ويمكن تحويلها إلى كيلو جول بحفظ الثلاث أصفار في كل ناتج النهاي E تساوي 44 كيلو جول مقدار الطاقة الكهربائية المستثمرة حساب كلفة الطاقة الكهربائية المستثمرة سؤال هل يمكننا حساب الثمن الذي ندفعه بعد استعمالنا للجهاز فترة زمنية معينة أو بصيغة أخرى كيف يمكنك حساب كلفة الطاقة الكهربائية المستثمرة وللإجابة على هذا السؤال نكتب القانون التالي كلفة الطاقة الكهربائية المستثمرة تساوي القدرة بالكيلو واط في الزمن بالساعات في ثمن الوحدة بالدينار على الكيلو واط بالساعة نلاحظ هنا عزيزي الطالب إن القدرة بالكيلو واط فيجب تحويل القدرة إذا كانت بوحدة قياس الواط يجب أن نحولها إلى الكيلو واط وذلك بخسمتها على الرقم ألف أما إذا أعطي في السؤال الزمن بوحدة الثواني فيجب تحويله إلى الأورز أو الساعات عن طريق قسمته على الرقم 3600 أما إذا كانت زمن بوحدة قياس المنت أي الدقائق فيجب تحويلها إلى الساعات وذلك بقسمتها على الرقم 60 وبالتالي هنا نكتب القانون أن تحل السؤال بالصيغة النهائية الكوست تساوي بي بالكيلو واط في التي بالساعات في اليونت أبرايس بالدينار على الكيلو واط بالساعة مثال إذا استعملت مكنسة كهربائية لمدة 30 مينت وكانت المكنسة تستهل قدرة ألف واط وثمن الوحدة واحدة 100 دينار للكيلو واط بالساعة فما هو المبلغ الواجب دفع نلاحظ هنا عزيزي الطالب أن مقدار الزمن هو 30 منت أي بالدقائق فيجب تحويله إلى الساعات وذلك بقسمته على الرقم 60 أي 30 تقسيم 60 راح نستخرج الناتج ويكون 0.5H أما بالنسبة للقدرة فيجب تقسيمها على الرقم ألف وكالتالي البيت بساوي ألف تقسيم ألف راح يطلع لي واحد كيلو واط أما الزمن نقدر نقسمه على 60 ليكون الناتج 0.5H ومن ثم نكتب القانون الكوست تساوي P بالكيلو واط في T بال H بالساعات في اليونت برايس ومن ثم نطبق المقادير بعد تحويلها البي 1 في 0.5 في 100 نقدر نختصر الفارزة مع الصفر يكون 5 في 10.50 في 1 50 دينار مقدار المبلغ الواجب دفعة واجب درسي اليوم سؤالين أرجو حل هذين السؤالين وإن شاء الله في الدروس القادمة سيتم عرض حل هذين السؤالين السؤال الأول جهاز كهربائي بقدرة 1200 واط فإذا كان التيار المار فيه 5 أمبير أحسب مقدار أولا الفورتية التي يعمل عليها الجهاز ثانيا الطاقة المستهلكة خلال 30 سكند السؤال الثاني سخان كهربائي يستهلك قدرة 2 كيلو واط شغل لمدة 6 ساعات ما كلفة الطاقة المستهلكة إذا عنمتنا 8 كيلو واط ساعة الـ 100 دينار التحضير للدرس القادم هو الكهرباء في بيوتنا صفحة 103 وإلى نهاية الفصل الخامس صفحة 107 شكرا لحسن المتابعة ودعواتنا لكم بالصحة وتمام العافية